بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة حديث اليوم يا إخواني حول واحد من الأخلاق الكل يشعر بأنه بدأ يخف أنا أعوذ بالله أني أقول أنه انتهى لكن بدأ يخف وكثير من تعليقاتنا منقول السبب لأنه هذا الخلق بالذات مش موجود لما منيجي على أزمة السير منقول لأنه مش موجود لما منيجي على تعامل الأب والابن أو الابن مع الأب والبنت مع أمها منقول لأنه الخلق هذا مش موجود بمدارسنا المعلمين بيقول لك الخلق هذا مش موجود في العمل بيقول لك الخلق مش موجود بدأنا نشكي منه مع أنه هذا الخلق هو شعار الإسلام كله خلق الحياء أيها الحياء النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لكل دين خلقه كل دين له شعار كل دين له سياج كل دين له بؤرة وخلق الإسلام الحياء طيب يا رسول الله يعني الحياء خجل لا أبداً الخجل أن تستحي أن تطالب بحقك لما يكون لك حق عند غيرك تستحي بمطالب بحقك اسمه خجل هذا مرض واحد إلي عنده مئة دينار ولا واحد أنا مدين ومبلغ من المال وبشوف ومعه فلوس لكن أنا مش راضي أطلب هذا اسمه خجل هذا مرض واحد أخذ حقي وسكتت عن هذا الحق هذا اسمه خجل مش هذا الخجل المطلوب المطلوب الحياء أنت عارف شو الحياء كل الأخلاق الفاضلة مردها إلى الحياء حتى الصلاة العبادي حياء كيف حياء؟ الله عز وجل أعطاني فلوس وأعطاني إيدين وأعطاني عينين وأعطاني رجلين وأعطاني قوة وأعطاني شباب وأعطاني منظر جميل وأعطاني 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 ويطلب مني الله يطلب أن أقابله فأرفض وين الحياء؟ فالصلاة حياء حياءً من الذي أنعم إذا طلب لا بد أن أستجيب تخيل في واحد أحسن لك بحسنة واحد يك أهداك هدية جميلة أهداك موبايل أهداك ساعة أهداك سجادة أهداك طاقم كلبايات أهداك هدية ثقيلة ويوم الأيام رفعت تليفون عليك وقالك بالله إذا سمحت بس بدي من وقتك خمس دقائق بس من وقتك خمس دقائق قمة الحياء أنت قل له ابشر أنا جايك لكن تخيل واحد أهديت له هدية ثقيلة وحكيت معه قلته خمس دقائق من وقتك قالك أنا آسف أنا مش فضيلك أنا هسه قاعد مع مرتي وأولادي أنا مش فضيلك قاعد بوقع ورق أنا مش فضيلك في عندي مقابلة مش فضيلك اليوم ولله المثل الأعلى الله أهدى لك هدايا قبل أن تعرف معناها أعطاك العيون وأنت في بطن أمك قبل أن تعرف معنى النظر وأعطاك الأذنين وأنت في بطن أمك قبل أن تعرف معنى السمع وأعطاك الشعر يزين به رأسك قبل أن تعرف معنى الزينة وأعطاك الرجلين وأنت في بطن أمك قبل أن تعرف معنى الوقوف وأعطاك اليدين قبل أن تعرف معنى الطعام والشراب والمصافة أعطاك العطايا كلها وطلب منك خمس دقائق قال لك حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح فواحد قال له آسف أنا مش فضيلك أنا يا رب مش فضيلك أنا الآن عندي شغل أنا الآن بشتغل بالمزرعة أنا الآن بوقع ورق أنا الآن عندي موظفين فيه شماع أنا مش فضيلك الآن قلة الحياء قلة حياء مع الله علشان هيك العبادة حياء لما أعطاني فلوس أعطاني ألف وطلب مني خمس وعشرين تخيل أقول له ما بدي قلة حياء الزكاة حياء لأنه لأعطاك ألف ورجع طلب منك خمس وعشرين اثنين ونص بالمئة بعد أن أعطاك رجع فطلب منك تقول له آسف قلة حياء الزكاة حياء والصوم حياء أعطاك قوة وإرادة ومعنوية ثم طلب منك أن تمتنع عن الطعام والشراب عشر ساعات من كل سنة قلت له آسف أنا ما بقدر أنا لازم أضل أكل 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 وأشرب أشرب أشرب حياء الصوم حياء والحج حياء كل الأخلاق الفاضلة كل العبادات وما ردها إلى الحياء عشان هيك لما بنحكي عن الحياء مش معناته البنت بتستحي من الشاب والشاب يستحي من أبوه أيه هذا جزء من الحياء لون من ألوان الحياء بس أول حياء بينك وبين الله تخيل لو أنت فاتح لك على مسلسل واللي فاتح على فيلم إباحي واللي على منظر مخزي واللي على شيء يغضب وجه الله عز وجل ودخل أبوك دخلت أمك دخل إنسان محترم أنت تستحي منه كيف يصير وجهك تستحي من بشر ولا تستحي من الله ترك المعصية حياء القيام بالعبادة حياء أول حياء بينك وبين الله عز وجل تخيل أنت قاعد تبعثي مسج تخيل ماسكي التليفون أنت الموبايل ومسكر على حالك الغرفة وبتحكي تليفون وكان أبوك بتسمع شو بكون وجهك زي ما منستحي من الأب نستحي من الرب زي ما منستحي من الأم نستحي من الله عشان هيك جاء واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام وفكرهم الصحابة نفسياتهم زي نفسياتنا بشر فجاء واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أعمال الإسلام قد كثرت عنا صلاة وعنا صيام وعنا زكاة وأمر بمعروف أعمال الإسلام كثيرة فدلني ماذا أصنع أنا شو أعمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحي من الله كما تستحي من رجل جليل في قومك لو كان واحد ذو هيئة ذو مكانة وقاعد أنت شو بتعمل اعمل مع الله كما تتصرف قدامه لو كان قاعد بتطلع منك كلمة نابية أعوذ بالله إذن أمام الله ما تتصرف تصرف غلط لو كان قاعد وجالس جنبك ومرت وحده تسرق النظر إليها لا إذن أمام الله ما تسرقش النظر استحي من الله كما تستحي من رجل جليل في قومك العباد كلها حياء وعلى شانك يا أخواني الذي لا يتمتع بالحياء هم أجلكم الله جميعا الحيوانات الحيوان لا يستحي يأكل زي ما بده ويشرب متى ما أراد وينام أينما يشاء الحيوانات لا يوجد عندها ضوابط الحيوانات لا يوجد عندها ضوابط الإنسان إلو ضوابط عشانيك رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا وصف الكافرين قال إنهم إلا كالأنعام إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل لماذا كالأنعام يأكل أينما يريد ويشرب أينما يريد ويقضي حاجته في أي مكان ويتصرف بما يشرب ما فيش ضوابط فالله قال هم كالأنعام تصرفاتهم كالأنعام لكن الله عز وجل يقول بل هم أضل هم أسوأ من الأنعام لأن الأنعام إذ تصرفت كما تشاء فلنعدام العقل والرؤية في المستقبل وأما هذا الإنسان فلما أهدر العقل وأهدر الحياء وأهدر الخلق صار في حال أسوأ من الأنعام علشان هيك لازم تفهموا يا شباب المسلمين ويا بنات المسلمين افهموا نقطة كويس مني المستخربين وليسوا مستعمرين مستخربين أول ما دخلوا لبلاد المسلمين توجهوا إلى عنصر الحياء فقطعوه توجهوا إلى خلق الحياء فقتلوه لأنه خلق الحياء هو الذي يضمن أن تبقى إنسانا سوية يضمن لك أن تبقى متصل مع الله عز وجل العبادات كلها حياء والأخلاق الفاضلة كل ما ردها إلى الحياء لاحظ الكرم حياء لأنه لما الجماعة دخلوا إلى بيت ضيوف فأكرمتهم ووضعت لهم الغداء والفواكه شو السبب؟ أستحي منهم أن يخرجوا من بيتي بغير ضيافة فالكرم حياء والشجاعة حياء لما حصل قتال بين المسلمين وغير المسلمين أنا أستحي أن أفر ويقول فلان الجبان أعوذ بالله أنا أسجل على حال الجبان مستحيل عشان هيك عندنا مثل بيقول لك المنية خير من الدنية يعني أموت ولا يسجل علي موقف واحد إن كنت فيه جبان إذن الشجاعة حياء الكرم حياء الشجاعة حياء الصدق حياء أنا أكذب أنا أحكي كذبة عشان أخلص علي منك أنت مين عشان أكذب عليك أنا بحكي لك الصح عجبك أو ما عجبك أنت حر إن أعجبك فبها ونعمة وإذا ما عجبك أنا آسف أنا بعتذر لك لكن بحكي الصح أنا مش مستعد أكذب أنا لما بغيب عن وظيفتي مش مستعد أقول كنت مريض وأكذب أنا بقول لغبت عندي ضر فإذا حبيت تسامحني كان به وإذا ما حبيت تسامح أنت حر أخصم راتب قل لي ثاني مرة لا تعيد احكي بدك يا لكن أنا لما بطلع بالامراية مش مستعد أسجل على حال أني كذبت الصدق حياء والأمر بالمعروف حياء والنهي عن المنكر حياء أنا أقبل يكون في بلدي ووطني وأرضي وشعبي وناسي وجماعتي أشوف واحد منهم بشرب خمر أنا لا أقبلها حياء من الله لازم أنصح أنا أقبل يكون عندي واحد بالصف بغش أنا أقبل كأستاذ واللي أستاذ جامعة واللي أستاذ مدرسة أني أضيع على الطلاب اللي عندي خمس دقائق أو عشر دقائق من حصتهم اللي لازم أعطيهم علم وأثقفهم أنا أضيع عليهم خمس دقائق أو عشر دقائق كلام ملوش داعي أستحي من الله الأمان حياء الكرم حياء الجود حياء الصبر حياء كل الأخلاق الفاضلة مردها لعنصر واحد اسمه الحياء لو قتلنا عنصر الحياء كل منظومة الأخلاق تنهار عرفنا ليش المستخربين أول ما دخل لبلاد المسلمين توجهوا لعنصر الحياء وقتلوه لأن هذا العنصر هو أبو الأخلاق كلها لكن هو قتل الحياء مش بيجي بيوم وليلة لا أبدا هو بيبدأ درجات بيبدأ شوي شوي لحد ما نوصل لمرحلة كل الأخلاق تنهار لانعدام الحياء فبصير الشباب يتصرفوا زي ما انتم شايفين عشان يكشوف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من علامات الساعة يقول إن من علامات الساعة أن يلقى الرجل الرجل فيسبه بدل ما يقول له السلام عليكم تخذ عشر حسنات ويقول له عليكم السلام عشر حسنات ورحمة الله عشرين حسنا وبركاته ثلاثين حسنا بدل ما إنه لما نلتقي نوزع حسنات صار يقول له يا فاعل يا تارك وينك يا كزو يا كزو مسبات فيش حياء يشتم الأم ويشتم الأب فقال عليه الصلاة والسلام ملعون ملعون مطرود من رحمة الله من شتم أباه قالوا يا رسول الله وهل منا من يسب أباه في واحد مننا يسب على أباه مستحيل مش متخيلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه واحد يسب على أباه مستحيل ما فيش مخ ما فيش حياء فقال عليه الصلاة والسلام يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه لكن الشتائم اللي حصلت لأنه ما فيش حياء نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوع الجنة ونتكلم اليوم في خلق مهم لازم يا شباب ويا بنات نرجع نحافظ عليه خلق الحياء شوف بنات شعيب الله أثبتهم في القرآن الكريم عشان خلق واحد عشان خلق واحد عشان الحياء وربنا نصع الخلق في القرآن عشان نبقى إلى قيام الساعة لما منحكي بنات شعيب على طول يخطر في البال هذا الخلق الحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك وشوف القراءتين في نفس الكلمة قراءتين الله أكرم بنات شعيب بقراءتين في نفس الآية لأنهم بنات ثنتين قالت فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك هاي القراءة الأولى الوقف الأولى القراءة الثانية فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك تخيل من رحمة الله أثبت قراءتين في نص الآية عشان هم بنات ثنتين جاء يتمشي مستحية وهي تتكلم مع الرجل الغريب وطلع الرجل الغريب موسى هو أيضا قوي أمين يا شباب المسلمين يا بنات المسلمين عنصر الحياء لو انفقد من مجتمع أو انفقد من أسرة تفتقد كل الموازين ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها تتعامل البنت لما عدم عنصر الحياة عند البنت تتعامل مع أمها كما تتعامل مع الخادمة أنتم مش بتشوفوا بنات بتفوتوا ما أحيانا يعني مش الكل طبعا لكن موجود بتفوت البنت من المدرسة ولا بتفوت من الجامعة وبترمي الكتب وبتبدأ تتنفتر على أمها وين الغدى وإذا حطوا لها الغدى ليش اليوم طبخين هيك مش عاملين لي هيك أنا بحبه ما بحبه مش هيك بعملوه مش لما بتيجي تلبس أوعيا ليش الزر مقطوع وليش معملتيلي وليش ما كويتيلي تتعامل الأم معاملة الخادمة تعامل الأم في البيت معاملة الخادمة ويعامل الأب في البيت معاملة الخادمة العامل اللي مهمته بس يجيب فلوس ويصرف على العيلة لكن لا جزاء ولا شكورة عنصر الحياة الحياة من الله الحياء من النفس أنك لا تقبل على نفسك أخلاقا دنيئة مش أنا اللي أقبل على حالي أشرب خمر ولا أنا اللي أقبل على حالي أسهر في نادي ليلي لا أدري متى تأتيني ساعة الموت فتقبض روحي فأبعث يوم القيامة على ما ميت عليه مش أنا اللي بقبل أموت وأنا قاعد بلعب شد فأبعث يوم القيامة على ما أنا عليه الحياء من القرآن الكريم لما أمر على الآية الكريمة اللي الله عز وجل يقول فيها وقال الرسول يا رب الرسول مشتكي وأنت مشتكى عليك والحكم الله تخيلت الدعوة كيف؟ تخيلت المحكمة؟ الله حكم والنبي مشتكي وإنت مشتكى عليك أو أنت مشتكى عليك وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي عليك بين يدي شوف سيدنا عثمان يوم النبي عليه الصلاة والسلام جالس وماد رجله صلى الله عليه وسلم فدخل سيدنا أبو بكر الصديق فظل النبي جالس ومرتكي وماد رجله ثم دخل سيدنا عمر رضي الله عنه فبقي النبي على حاله فدخل عثمان فعدل النبي جلسته فقال له أبو بكر يا رسول الله دخلت أنا فبقيت على ما أنت عليه ودخل عمر فبقيت على ما أنت عليه أبو بكر لما بيسأل مش حسدا لا بس حياء من النبي أن يكون النبي فعل فعلا أنا ما فهمته بدي أفهم من النبي كل شيء عشان أقدر أطبق فقال يا رسول الله ودخل عثمان فعدلت من جلستك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله يا سلامي عثمان الملائكة تستحي منك أي وتستحي منك طب ليش تعرفين ليش لأن سيدنا عثمان قال منذ أن صافحت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت المبايع على أيام النبي يبسط الرجل يده والنبي سلم عليه فتصير المبايع نبايع كألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا فلما بسط يده يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن يومها ما مست يدي عورتي ولا نجاسة فإني أستحي من الله أن أصافح النبي بها فأمس بها عورة أو نجاسة طب حد جابرك يا عثمان لا بس في شيء اسمه الحياء الحياء وكان خليفة ومبشر بالجنة لكن عنصر الحياء موجود ما نخلطش بين الحياء والخجل الخجل صفة تمنعك أن تطالب بحقوقك لكن الحياء صفة تمنعك أن ترتكب الرذائل مش أنت اللي ترضى على حالك أن تتلق صلاتك ولا أنت اللي ترضى على حالك يطلع شعرك بره ويتطلع ليه فلان وفلان وفلان ولي بمروا بالطريق يتطلع ويسمعوك وكل مش أنت اللي تقبل إيها أنت أمك فاطمة الزهراء أنت قدوتك فاطمة الزهراء أنت قدوتك الحسن ابن علي والحسين ابن علي و أبو بكر و عمر و عثمان و أبطال الصحابة مش أنت اللي تهرب مش أنت اللي ترضى على حالك تنام و صلاة الفجر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح الحياء يمنعك أن تترك فرائض الله عز وجل الحياء يمنعك أن تعامل أبوك و أمك بخشونه الحياء يمنعك أن تنظر على جارك يقول النبي صلى الله عليه و سلم من تسمع إلى قوم وهم له كارهون صب الآنك في أذنه يوم القيامة الرصاص المذاب لكن شو اللي بخليني ما أسمع الحياء حياء أتجسس الحياء يمنعني أتجسس الحياء يمنعني من الغيبة الحياء يمنعني من النميمة الحياء يمنعني أن ألقى الناس بوجهين الحياء يمنعني و نقطة مهمة لازم نفهمها الحياء يمنعني طول الليل لا أصلي الله ركعتين الحياء يمنعني من الله عز وجل طول الليل ما أقول لا إله إلا الله الحياء يمنعني أن الله أنعم علي بالمال وأنعم علي باللباس وأنعم علي بالصحة والشباب وما أروح أمشي للمسجد يا أخواني وإخواتي كل الإسلام حياء كل الإسلام وأخلاقنا كمسلمين مردها جميعا إلى الحياء الحياء من الله الحياء من النفس الحياء من المجتمع الحياء بينك وبين نفسك وبينك وبين والديك وأولادك الحياء علشان هيك هذا العنصر والمجال لازم نرجع مرة ثانية لما أكون أنا موظف ويجيني واحد يراجعني بمعاملة وأقول له تعال بكرة حياء من الله مشيلوا إياه حياء من الله مشيلوا إياه لما يكون في عندي واسطة وفي عندي قرابة وبدأ أمشي حياء من الله مشي الأكفأ وعين الأكفأ حياء من الله عز وجل لا ترتكب الخطأ حياء من الله عز وجل لما تسافر لا ترتكب المعاصي حياء من الله عز وجل لا تسجل على فاتورتك بينك وبين الله أنك اشتريت خمرا أو فعلت محرما حياء من الله عز وجل أنت محدش شايفك أنت بتروح تسافر بالدنيا زي ما بدك لكن في إله يراقب حياء من الله عز وجل ما شوفنيش يوم بطوف حوالين الكعبة ويوم بشرب خمر مش بتسير هاي مرات انه بيكون بيصلي بالصف الأول في بلده وكل سنة بروح على العمرة أو بروح على الحج لكن لما بسافر على بلاد أوروبا ولا بسافر على أميركا ولا بسافر على بلاد الأجانب يشرب الخمر بتكون في بلدها محجبة ولما تسافر بره بتخلق الحجاب طب هو فيه إله هون وإله هون الإله اللي ببلدك بيختلف عن الإله اللي بره قل هو في السماء إله وفي الأرض إله هو إله واحد سبحانه وتعالى حياء من الله علشان هيك حتى نكون عمليين بدنا اليوم حياء من الله نصلي ركعتين قيام ليل حياء من الله اللي منحنا العمر والصحة والشباب والقوة والإرادة ومنحنا الطعام والشراب والغذاء والمسكن منحنا الوالدين والنسب ومنحنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلينا محمدا رسولا حياء من الله عز وجل نصلي الله ركعتين لكن تخيل لو أن الله أكرمك هذه الليلة فصليت ركعتين ونزله دمعتين حياء من الله وتقول له يا رب أنا غلطت كثير ونظرت إلي في المعاصي وأنا تجرأت عليك يا رب أعطيتني مالا فاستخدمت في غير ما تحب وترضى وعطيتني عينين فنظرت فيهما إلى ما يغضبك وعطيتني أذنين فاستمعت إلى ما لا يرضيك يا رب ومع ذلك أمهلتني حياء من الله عز وجل تخشع بين يدي الله ويمكن تنزلك دمعة وأنت قاعد تصلي وحياء من الله عز وجل أنت عارف لو نزلتك دمعة وحدة ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشة الله تتذكر المعاصي تتذكر النعم وتتذكر إيش عملت فيها كم نعم من نعم المال استخدمتها فيما غير ما يرضي الله وقديش استخدمت نعمة العيون في غير ما يرضي الله وقديش استخدمت نعمة الشباب في غير ما يرضي الله وكم استخدمت نعمة اللسان في غير ما يرضي الله كم استخدمت نعم الله أنعم بها عليك في غير ما يرضي الله عز وجل بدها وقفة حياة ولازم عنصر الحياة يرجع مرة ثانية ولازم البنت يكون في بينها وبين أبوها نوع من الحياة ومع صاحباتها نوع من الحياة لازم المصطلحات اللي قاعدة تستخدم في المجتمع بإباحية بإباحية تستخدم يرجع عنصر الحياة إلنا كمجتمع مسلم إحنا مسلمين لازم نحكيها كل يوم مئة مرة إحنا مسلمين إحنا مسلمين أخلاقنا غير عن الناس أخلاقنا أعلى وأسمى وأغلى وأكبر من إنه كلامنا يصبح كلام وضيع من إنه تلفزيوناتنا وإعلامنا ينزل لهالدرج في حياء من الله عز وجل لازم نتعلم الحياة ونصبر على الحياة ونعيد عنصر الحياة لبيوتنا ولشبابنا ولجامعاتنا نعيد عنصر الحياة لألسنتنا لطهرنا لعفتنا لقلوبنا نعيد عنصر الحياة حتى بيننا وبين أنفسنا لعل الله عز وجل إذا رأى أمة حيية إذا رأى أمة تحاول أن تتمسك بحيائها والله حيي كريم سبحانه وتعالى يرحم هذه الأمة شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم الله ملك الملوك جبار السماوات الأرض ومع ذلك إن الله حيي كريم يستحي من عبده شوف الله يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه يقول يا ربي يا رب فيردهما صفرا من حياء إلا إنه إذا فتحت إيديك وبدأت تدعو الله عز وجل لازم أحط لك شيء بإيديك لا يمكن حياء من الله الله حيي لا يمكن إنه عبد من العبيد يفتح إيديه ويطلب من الله ويرجع صفر لازم أحط لك إيش في إيدك شوف الكرم شوف الحياء من الله ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول تخلقوا بأخلاق الله فإذا كان الله حييا فكيف يكون البشر حياء حياء بلسانك وحياء بعينك وحياء بتفكيرك وحياء بتعاملك لمن طبق عنصر الحياء في تلك الساعة يصدق عنا الشعار سوع الجنة يا رب اجعلنا من أهل الحياء ومن أصحاب خلق الحياء اجعلنا ممن استحيوا منك في الدنيا ففازوا بجنتك بالآخرة وعندهم نرجع نقول يا أهل الحياء يا أهل الإيمان يا أهل الإسلام سوع الجنة وما ذلك على الله بعزيز وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم